بس عايزة أرجع وأسألك سؤال أنت ذكرت الذي يحتاج إليه المسلم تقصد إيه بالكلمة دي؟ أنا لوقتي عايز أقرأ كلام من الله لي لازم أفهمه فإذا أنت بتبعتيلي جواب وأنا ما بعرفش تكلم فرنساوي وبتبعتيلي جواب الفرنساوي وأنا ما فهمتوش استفدت إيه من جوابك ولا حاجة طب أنت بعتلي جواب باللغة العربية وأنا فهم عربي لكن للأسف الشديد الجواب ده المفروض يكون 25 آية أو 25 نقطة بعتلي منها ثلاث نقطة فهمت أنا إيه من سنجاري ولا حاجة فمحتاجين إحنا تكون كلام الله كامل كلام الله أخ كريم فحش أنا بقى أتقول لك حضرتك يعني هو الله قال كده وأنا أكمل لك من عندي طب أنا أوضح لك بقى إيه التفسير بتاع الأدية فدي النقطة المهمة احتياج المسلم لوحي الله لابد أن يكون وحي كامل لما أنا أعرى قرآن وأدرس قرآن وأفهم قرآن مش محتاج أبص لأي كتب محرفة لا سيما الكتاب المقدس بس في حاجة مؤسفة أخ أسامة سورين أنا أقاطع قرآن تانية لأنه أخ كريم حضرتك ذكرت دلوقتي من شوية أنه احتياج الأخ المسلم وهو ماسك قرآنه وبيقرأه بيبقى عايز ياخد بركة نعم انت خدت بالك جات له تفضل ساديني أنا كنت متفرج من حوالي خمسة شهور من أفغانستان والشعب المسلم في أفغانستان شعب بسيط جدا وطيب وغلبان جدا أكيد وجاب لك الكاميرا الشخص الأفغاني ما بيعرف فيها العربي فاتح القرآن بالعربي وحط إصباعه على السطر القرآن ويمشي كده من اليمين للشمال وينزل على السطر اللي بعد منه من اليمين للشمال عندهم بساطة إيمان أخواتنا المسلمين بساطة إيمان لو حط إصباعه على القرآن ومشى مش بس قراءة زي نقول أخي كريم بس مجرد نحط إصباعه على القرآن ويمشي كده من اليمين للشمال سطر بعد سطر بعد سطر إنه بيأخذ بركة. وهو مش فهم أي حاجة. مش هم ده كلام بالعربي. الافغاني ما بيأفهم عربي. ده مش لغة. مش لغة ولا ما عرفته. والآسف شديد مش بس الافغاني بتاع اليوم. نحن نتكلم على الافغاني اللي بقاله 1400 سنة في الإسلام. نتكلم على الإيراني اللي بقاله 1400 سنة في الإسلام. نتكلم على الباكستاني اللي بقاله 1400 سنة في الإسلام. نتكلم على الاندونيسي. أنا رحت في اندونيسيا مرتين. مئتين وعشرة مليون ناس ما في أندونيسيا ما بيعرفين القرآن ولا هي فهم القرآن دي شيء موازن أختم والواخد أسامي حقيقة أكفت مواضيع بالقرآن يعني من خلال علاقة المسلم بالقرآن يعني أولا القرآن يضع بمكان عالي حتى للتقديس القرآن استخدموا شيوخ للشفاء يعني يجبون آيات للشفاء يطلعون آيات من القرآن ويقرونها بوجه المريض ويشفي هم يتوهمون يتوهمون طبعا يستخدمون لأن استخدامات القرآن استخدم القرآن للخيرة الخيرة بما اختارها الله يعملون خيرة يجيب يفتح القرآن أي شيء يعني بدون تعين يفتح القرآن يقرأ يحسب خمس أسطر سبع أسطر ويقرأ النهاية من السطر الثامن يبدي فهي هذا الحل مالتك يعني أنت عندك مشكلة أنت تجين أنا شيخ تجين علي تقول لي أنا عندي هذا بحكي تأخذ لي خيرة من القرآن فأني أفتح القرآن كشيخ وأحسب بدون تعين أحسب سبع آيات والثامنة هي إلتش ما طالما أنت ردي هاي إلتش هو كلام ربنا لي يا ربي فكثير من الأشياء حتى على مستوى يعني الناس واصلين إلى مراحل يعني دراسية وثقفين وقارئين وهذا يؤمنون بهذه الأشياء يعني القرآن بهذا المجال ما أخذ بعد يعني بعد المفاهيم عمق الروحي العمق الروحي للقرآن القرآن جمع يعني احنا تحدثنا عن تجميع القرآن وكيف محمد كانت بشوة جزيرة العربية كانت مصر وكانت كانت الشام وعملية التبادل الخبرة والتجارة والتبادل فكانت موجودة أفكار عن عن الأنبياء السابقين كانت أسفار موجودة كانت ناس تقرأ فمحمد صاغ صياغة مرتبة وجاب هذا القرآن وخلها للناس حكم الكرآن حكم الكرآن بالنسبة للكتاب المقدس لو بنبص مع بعض شباب على النقطة اللي جاية دي في الباوربوينت بنلاقي أن الكرآن حجمه صغير جدا لما بنقارنه بالكتاب المقدس تقصد بكلمة حجم كتاب حجم الكتاب نفسه حجم الكتاب بعد صفحاته بصوا معي شباب على السلايد اللي جاية دي في الباوربوينت بنلاقي فيه حجم الكتاب المقدس مقارنة للقرآن بالنسبة لعدد الآيات بالنسبة لعدد الكلمات لعدد الصحات خلينا بقى في الحجم الحقيقي اللي هو عدد الأحرف لكل كلمة باللغة حجم القرآن حوالي 9% من حجم الكتاب المقدس يا طرأ أدعين حط الكتاب المقدس في القرآن لما نشيل منه 91% يعني الوقت لو نقول الكتاب المقدس موجود في القرآن والقرآن 9% من حجم الكتاب المقدس فلو كل قصة شلنا منها 91% فهمنا قد أنا أقول حاجة كمان مهمة جدا الآيات اللي بتتكلم عن قصة داود أو قصة موسى أو قصة نوح مقررة في القرآن دعنا لو شلنا المقرر في القرآن من اللي موجود هنلاقي الحجم مش أكثر من 3% دا بالنسبة للقرآن القرآن زي ما بيعتقد المسلم هو الوحي اللي جيه الله أعطاه لمحمد عن طريق ملك جبريل والحديث زي ما سيكون قدامنا صحيح البخاري دي الصورة منه هو كل الكلام اللي قاله محمد وكل الحاجات اللي عمله محمد الأكشن اللي بيسموها باللغة العربية السنة اللي حطها المسلم للإسلام أنا حطت الوقت الصورة دي قدامنا على الشاشة وهطلب من أخي الفاضل أخ كريم كشخص كان مسلم كشخص كان مسلم تبص معي أخ كريم على الشاشة دلوقتي وتقدر تقول لي أدي أنت فاهم من الصورة دي تقدر تتخلم معي أنت أي فاهم من الصورة دي ما فاهم أي شيء مش فاهم أي حاج أي شيء يعني ممكن تخمن مثلا أقول لي إيه اللي موجود في الصورة دي ما في شيء يعني مجرد يعني تقطيعات تقطيعات ما تضعش تصف لي ممكن تحكيلي عن قصة داود من خلال الصورة دي لا طبعا ما عندي أي معلومة يعني هذه التقطيعات سداني سداني يا أخي الفاضل هذه الصورة في حد ذاتها الآن فيها معلومات أكتر هذه فيها معلومات أكتر عن ما قاله القرآن عن داود يعني أنا أقول حقا نعمل يعني زي ماقول بالمحبة مش مش بقصد التحدي أنا هعمل معاك دلوقتي دي بيت أنت كشخص مسلم وأنا كشخص مسيحي هنفتح الكتاب المهندس وهنفتح القرآن أنت هتقرى لكل اللي قال القرآن عن داود وأنا هقرى كل اللي قال وكتاب وانس عن داود معلوماتك عن داود لا تزيد عن ما نرى على الشاشة لهي الحتة اللي بينا دي بس ومعلوماتي أنا هتكون بقية الصورة بقية الصورة نعم لأخواتنا المسلمين شاهدوا معاك تاني مرة تاني شباب على الشاشة السلايد اللي احنا حطينا دي دي الصورة اللي ذكرها القصة اللي ذكرها القرآن عن داود هبتدى أنا بات هشيل منها الحاجات اللي احنا مش عارفينها لما نقرأ كتاب مهندس هنلاع نفسينا عندنا ايه بالضبط آه كل ما نقرأ في الكتاب مهندس كل ما الصورة بتادي توضح وتوضح وتوضح آه اللي موجودة في كتاب المقدس في زي اي قصة يعني لما نقرأ عن موسى بنقرأ تكوين خروج لوين عدد تسنيئ وكمان بنقرأ عن موسى كمان في الكتاب مهندس نقرأ عن داود بنقرأ عنه في ملوك الأول ملوك الثاني أو سمويل الأول في أماكن مختلفة فهذه عبار عن الأجزاء المختلفة الإصحاحات المختلفة اللي أنا بقولها اللي هي القطع البازل بسموية بالعربي البازل ما في اسم لها ما لهاش اسم ترجمة حرفية يعني بس الصورة متقطعة الصورة متقطعة القطع لما نحطهم على بعض هتظهر لنا قصة داود لكن زي ما بدينا المعلومات اللي موجودة التسعة في المية أو في قصة داود حقيقة مش أكتر من واحد في المية عند حياة داود موجودة في كتاب المقدس عشان كده منفهمهاش الشيء الوحيد مهم جدا نحب أشارك به ودي آخر سلايد هنشوفه مع بعضينا على الشاشة هنا شايفين الفواصل اللي بين قطع بالنسبة لصورة السمكة الفواصل اللي موجودة في قصة داود في كتاب المقدس مش ممكن نفهمها صح ومش ممكن نؤمن بها صح إلا بوجود الروح القدس في حياتنا لما بيكون فينا روح القدس خدوا بالكم الشباب على الشاشة خدوا بالكم ما يحصل ليه؟ فأصبحت صورة واحدة مفيش فواصل دا بالنسبة لقصة داود دا بالنسبة لأي قصة في كتاب المقدس دا بالنسبة للكتاب المقدس ككل ستة وستين كتاب في الكتاب المقدس بوجود الروح القدس في حياة الإنسان بحلول الروح القدس في حياة الإنسان في هذه الحالة الوحيدة اللي احنا بنقدر نفهم الكتاب المقدس ككل ككتاب واحد الكتاب المقدس قصة وحدة هي خلق الإنسان خطية الإنسان خلاص الإنسان في العهد القديم العهد الزباح الدموية خلاص الإنستان في العهد الجديد تحقيق كل النبوات العهد القديم في شخص رب نيسون مسيح وبدمه لنا في داء والخلاص عن طريق شخص رب نيسون مسيح من هنا بيبني الشخص المسيحي أو أي شخص بيقرأ الكتاب المقدس إيمانه على الحقائق اللي ذكرتها أكيد طبعا أخي منال أكو نقطة حابة تعرج عليها فعلا يعني الأخ سامة ذكر أشياء أنا اتفاعلت بيها أنا سمعت له وداء أتفاعل بالأشياء اللي يذكرها بعد تركي للإسلام وتركي لي قراءة بعد ما عدت قراءتي للقرآن وشفت الأشياء اللي فيها اللي ما وصلت إليها بنتيجة يعني وكانت عندي حيرة وتساؤلات وكذا بعد ما قرأت الكتاب المقدس رح أتحدث عن الكتاب المقدس أنا من قرأة الكتاب المقدس أولا قرأت العهد الجديد كعابر جديد من الظلمة إلى النور الأخوة الأحباء المباركين اللي كانوا معايا قالوا لي حاول أنه تقرأ العهد الجديد نصحوك بإعادة نصحوني بإعادة بعد ما قرأت العهد الجديد بديت أقرأ العهد القديم كل ما أنتهي من سفر الشوق إلى السفر الثاني فكتبت شعراني عنه يا روعة الكتاب المقدس بأسفاره إن عجزت بفهم سفر يأتيك سفرا ثانيا بالتفسيرات يعني القضية أنه الكتاب المقدس متكامل يعني ما أجي عرج على قضية وأشر عليها إشارة وتركها ومر عليها مرور الكرام مثل ما بالقرآن كلها إشارات يعني هل أنه إحنا من كنا بالقرآن احتوينا العهد القديم والحالة بداية الخليقة التكوين وهذا وصلنا بالقرآن تقرأ القرآن اختصر القرآن بإشارات ونقاط أحيانا أسماء أحيانا مقرد أسماء نعم بكتب حاليا الكتاب ربط خلاصه بالإنجليزية إنكم ربنا رتب وانترجمه بالعرب عشان الشعب بتاعنا اللي بيشاهد ابني دينه نسخة بكتب عن قصة أيوب أيوب في الكتاب المقدس اتنين واربعين صحاح تمام أيوب في القرآن ايتين ايتين فقط آية ذكر في اسمه طب إزاي أنا أفهم قصة أيوب وياريت حلقة في المستقبل نتكلم في موضوع أيوب دوري أكيد إزاي الشخص مسلم يقول أنا أؤمن بأيوب وأؤمن بكتاب أيوب وأؤمن بصبر أيوب ولا هو فهم إيه اللي حصل إمتى فين ليه طب على أي أساس جاب كلمة صبر أيوب ما هو فعلا إحنا كل الإخوة الثقافة العربية كلها يعرف صبر منين جاب الكلام دا ما فيش مكان ما فيش مكان عايزين نخشف داود نرجع داني لدود داود دا قصة جميلة جدا وطبعا تحتاج حلقات مش حلقة بس معلش الرب طيب ناخد حلقة وربنا نجد إن شاء رب نكفي الموضوع لهنا لما بنقرأ القرآن بنلاقي كلمة داود مذكورة في القرآن 14 مرة فقط 14 مرة هي 14 آية لما نقرأ بعض الآيات دا يعني سدوني الواحد بيحزن يعني يقول لك على سبيل المثال في النساء 163 كلنا نعرف عن داود في الآدي الآدي إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وأسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورة زبورة بس